ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل لحلة محش كرمب فيها مشاقة وفيها شغل وفيها مجهود كبير جدا بس بصراحة بعد ما بناكل كده ونقعد نتعشى او نتغدى منها لازم نسمع كلمة تسلم ايدك يا حبيب لان كل صباح محش يتلف من دولة في تفكير بالحب في تفكير عن ان انا اعمل حاجة حلوة طبعا عشان اعمل حلة محش كرمب في وقت الحالة احنا بصراحة بنقول مستحيل طبعا دي عايزة اهتمام وعايزة قاعدة وعايزة الواحد يكون رايق كده ويعمل حلة كبيرة لان ممكن ناكل من الكرمب ده يوم واثنين ما فيش اي مشكلة على فكرة ولما بيتسخن بيبقى احلى بكتير كمان لما بيكون معمول طازة حلوة الكلام قادي محش الكرمب ملفوف وهقولك على حاجة حلوة يا سلام لما يكون كل صباح على قد التاني يعني يبقى فيه تقطيع كده على المالك دلوقتي يبقى المحش الكرمب انا بحبه رفيع وفي نفس الوقت كمان يكونوا قد بعضك كده بالمزورة تقسيهم تلاهم كلهم قد بعض دي علامات الحب علامات الاهتمام ان انا بعمل حلة محش كرمب ملايش واحدة بقى طالعة واحدة صغيرة واحدة كبيرة واحدة مفتوحة وهكذا طيب اه الماديرة على الشاشة عشان الشيخ اللي فيها كتير النهاردة معانا كرمباية حلوة وهعلمك ازاي تشتري الكرمب وتلاقيها ملحمة وفيها ورقة كتير تاخد منها وتعملي منها سلطة وكل حاجة سلطة الكرسلون اللي احنا عارفنا اللي تتعامل مع المقليات والمقرمشات معانا لحمة مفرومة جاء علي كمية قليلة كمية كتير انا هعلمك ازاي تعملي اللحمة المفرومة جوه محش الكرمب ومعانا كمان رز مصري والمحش الكرمب بالذات لازم رز مصري من غير الرز المصري مع دوم الشخصية معانا بصل ومعانا توم بهارات والسلاس المرح من السلاس المرح اللي هي الكزبرة والبقدونس والشبت من غيرهم احنا ولا حاجة في قلب حلة المحش الكرمب وما تبقاش واخدى اللقب المصري حالو الكلام تعالوا نعملها مع بعض طاس على النار هي مدارس مختلفة بقى البعد بيعملها نيف ناي البعد بيسبك الطمطماية مع البصلة مع التوم على النار حالو الكلام تفاصيل كده يعني بتختلف من بيت لبيت ومن أسرة لأسرة ولو اتنين بنتات خوات مع بعض وتوقم هتلاقي كل واحدة لها تفاصيلها في الأكلات المصرية لأن كل واحدة بتتعلم من مامتها التركاية اللي هي بتبقى على مزاجها في الأكل حالو الكلام؟ اه أنا حطيت معالية زيت صغيرة بحط معالية سمنة كده للتزبيكة بتاعة المحشي بما أننا هعمله باللحمة المفرومة على فكرة ممكن تعمله بالزيت يعني بخضرة بس رز وخضرة زي ورع العنب كده اللي بالزيت اللي هو اليالنجي الإخوان الليبنانيين والسوريين بيحبوه أو طبق مقبلات البصلاية كده تتحمر حلو بصلاية المحشي ما تتحرقش عشان ما تبقاش الخلطة لونها غامق جوه الصباع المحشي بتاخد التحميرة دي كده بالشكل ده كده اه الله على الريحة الحلوة شوية ملحة على البصلاية علشان البصلاية تتحمر بسرعة اه ايه الحلاوة دي عمش شيف يلا حلوة قوي والبصلا بتتحمر بننزل بالتومة الحلوة بتاعتنا الله قطر التوم في المحشي وهقولك على حاجة حلوة دلوقتي تمنع ريحة التوم من المحشي وانت شغالة اه وازاي هنرص حلة المحشي في قلب الصينية بتحمر البصلا والتومة بالشكل ده كده بننزل بالبهارات بتاعتنا ايه توابل المحشي عمش شيف شوية كمون ده اساس الكمون شوية كزبرة اساس الكزبرة كمون وكزبرة اه وعندنا شوية بابريكا حلوين لا 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 مش هتحط كركم كركم ده في فراخمة شوية تدبيلة الحم شوية تدبيلة سمك اه ده في الفلسود اه هل كزبرة الناشفة مهمة هتدبيل البصلاة كده وايه وروع عليها حلو الكلام حلو الكلام معانا طماطم معانا معجون طماطم بناخد كده اللهم صلى عن نبي هل ايه الراحة الحلوة دي عم تشيف ايه الجمال ده عم تشيف اه هو ده زي ما انا شغال كده ناخد الخضرة بتاعتنا خضرة بتاعتنا عم تشيف كزبرة بعدونس شبت تتغسل الخضروات دي قبل التقطيع مش بعد التقطيع اهو تتغسل وتتنقى كويس اوي على فكرة وتفاصل ما بين الكزبرة والبعدونس تعرفيهم من بعض اهو دي كزبرة بننزل تحت كده شوية لقي البعدونس اهو حالوا الكلام الخضرة بتاعتك تكون كتيرة طبعا احنا لفين كمية واحنا مع بعض بنشرح بس اهو بنشيل العروق مش عايزها اقولك العروق دي تتحطي ازاي دلوقتي فارضية الحلة وناخد كده بعد منشيل العروق نفروم ده كده بالسكينة ناعم حزاري واكتبيها على باب التلاجة على جدار المطبخ كزبرة بقدونس شبت اهوة في حياتك تخسليه بعد ما تقطعيه تب شطورة كده وحالة وتبقيري نفسك تقولي ان انا شطرة لا وتحطيه في مصفة بعد ما يتقطع كده ويتقطع كده بتفكدي خمسين في المية تمانين في المية اقولي زي ما انت عايزة من العناصر الغذائية اللي موجودة فيه من ريحة بتاعته من المية بتاعته وهكزا فرمنا الخضار بالسكينة لاخده زي ما هو كده في قلب الخالطة دي اه لحمة المفرومة مش تحط خالص دلوقتي بتسعجلش لحمة المفرومة تتحط نية على الرز ننزل بالرز بتاعنا كيفاية انا بحبش الرز كتير في المحش بحب اللحمة كتيرة اه نقلب كده اه على النار الله ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده طماطب مضروبة في الخالط مبشورة زي ما انت عايزة اه نقلب شيء شق مية من اللي عندي اللي انا هشرب به المحشي ممكن تكون شربة فراخ ممكن تكون شربة لحمة ممكن تكون شربة بط ممكن تكون شربة وز شربة كوارع زي ما انت عايزة اي شربة عندك في التلاجة في المطبخ تنفع للمحشي انت علامة هتعمليه باللحمة بواي مطبخك كده اول باول حالو الكلام؟ اه واقفة رايقة كده وتشرب الكوبات الشاي بتاعتك الكوبات الاول اللي انت حبقها مزبوطة غامق فاتح اه ادي الحشوة بتاعة المحشي واسيب دول على النار كده عم بشيف تسبيكة دي ريحة المحشي بدأت تهل في قلب الشقة اللي هيتل على السلم دلوقتي يقولك ايه ستة كلة عاملة النهاردة حلت محشي كرومب بقى ورق عنب اوه الكرومب دي الخلطة بتاعته بصراحة ايه الحلوة دي عمشي ايه الجمال ده معلقة سكر في قلب الحشوة دي عشان الحمودة بتاعته الطماطم اللهم صلى ريحة الشبت هنا مسيطرة زي الفو ناخد الخلطة دي عم الشيف زي ما هي كده ونشيل ده من هنا عشان لنا كلام تاني معا بعدين الله وما صلى على النبي وناخد يا عم الشيف الحشوة بتاعتنا الجميلة عشان تبرد شوية نحطها هنا كده الله بص على الحلوة بص على الشاوة الخلطة بتتكلم مصر في قلب التواصل ايه وقف تعملي المحشي برز باسمتي ازعل منك والمحش يزعل منك اه ناخد الخلطة دي عم الشيف زي ما هي كده ايه الحلوة دي ايه الجمال ده ايه الحلوة سيبيها بقى شوية بلايش هو الرز انا هيشرب الخلطة دي وهتلاقي دلوقتي ايه شدت هقولك تعميل ايه دلوقتي حالا لحمة مفرومة اي كمية غزيها يعني اه نسبة الدقون فيها يعني تلاتين في المية ماشي زي ما انت عايزها ده يتقلبه بالشوكة كده تريها جربيها كده انا اكلت ولادي حاجة حلوة اللي اولادي يحبوا المحشي على فكرة حاب يمون في المحشي عندك شوية كوسة اواريهم احشيهم بالحشوة دي عندك شوية بتنجان اواريهم احشيهم بالحشوة دي عندك شوية فلفل رومي بلدي اواريهم وشيل البزور وحشي بالحشوة دي حتة اللحمة هنا دابت في الحشوة غزتها طعمتها اهو ادي الحشوة بتاعتي يا عم الشيف انا في البيت صراحة المدام بتعملولي كده اه 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 شفت الحلوة اه اه اللحمة المفرومة باينة للطعم اه ازا نقول مع بعض كده بصوت حالي واحنا بنشوف شاشة القناة الاولى دلوقتي تفاصيل صغيرة معنى كبير وطعم جديد اه اه يلا عم نشيف كده الخلطة جاهزة نيجي بقى عندي ايه الاهم الكرومب مشاكل الكرومب انتفاخ سواء في السلطة سواء نعمله محشي طب نسلق الكرومب ازاي مغازية حل على النار ام علمتني الله يرحمها المية تغلي تحط فيها شوية ملح تحط فيها عصرة ليمون حلو الكلام تحط فيها قليل من الخل يعني معلقة خل صغيرة علل ولماذا لقتل الجراثيم الصغيرة لان الخضروات الورقية زي الكرومب زي الخاص مسلا لو هتحشي بيبقى عرضة للعوامل الجوية والاتريبة والحاجات دي كلها نيجو حاطين بقى في المية دي عم نشيف ايه بقى شوية كمون صلى على الحبيب كده قلبك في طيب ليه كموني عم نشيف عشان الانتفاخات بتاعت الكرومب هنقلب دول كده مع بعض الله على المية دي اه شافت ازاي حضرتيها اه ناخد الكرومب بتاعنا الجميل ده كده زي الفل اه التقطيع دي مهمة جدا على فكرة والله يا العظيم كان زمان ارجع من المدرسة شايل الشنطة بتاعت المدرسة كانت شنطة وماشي يعني لونها بيش كده فاكيرها الغاية دلوقتي كان موجودة في البيت في البلد يعني علي الحاجة رحمة الله عليها شايلالي الرأس الكرومباية دي وبأشراها تحببني في المحشي عليها اخوتها بخبيها من ابوها رحمة الله عليه برضي يعني وكانت تبعها حياة لطيفة كده وجميلة هناخد الوراية دي بص ازاي هو ده شوفت الكرومباية اللهم بصلى على النبي ده كله من الخير اردين اه 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 شوف تطلع في ايدي ازاي الواحدة اه 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 تاني كمان واحدة اه بص كنا صغيرة بتجمس السككين الكبيرة اه اه كمان واحدة اه مع بعض اه 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 سبوني بقى اعيش مع الكرومب لان اكلت الكرومب دي بصراحة لما بشوفها بضعف يعني لازم بقعد اخد اجازة في اليوم ده خلال اخد بعدين اطلع فاصل وسبونا اعيش ازاي نبدأ نصت الكرومب مع بعض والتفاصيل الصغيرة سدقونا هعملها مع حضراتكم اه تروحوا بعيد تابعوا دي وارجيها لحضراتكم للتفاصيل الصغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد عايزين نعمل حلة محشد نلفها ازاي وانا يبدأ نرصها في قلب الصنية في قلب الطاجن على فكرة ممكن تعمليه في طاجن فخار ويخش الفرن عادي او في قلب الحل انا معايا صنية كده وقبل ما افكر اجيب الصنية لازم افكر في الطبقة اللي اقلب فيه يعني ما تعملش حلة كرومب وتروح تستلي في الطبقة من عد الجيران مش هيكافهم حلتين فلازم يكون عدك طبقة حلو كده على قد الصنية وعلى قد الحلة اللي بتعملي فيها يبازتنا في دينا زي ما بقولوا هنبدأ نأسس الحلة او الصنية اه بصل حلقات بصل كده لطيفة انا بحب البصل ده اللي اوش البحشي على فكرة بيبقى ااخد من طعم المحشي وطعم الشربة حاجة بتبقى جميلة كده اه حلو الكلام؟ الله عندك شوية ريش كستليتة تبقى انت ايه بقى زي الفل اه عندك حتة لحمة ستيك كده زي الفل عادي يعني اه هلو حطينا بصل حطينا طماطم بالشكل ده كده ما بين كل واحدة واحدة كده لان ده في الاخر لحة فنية هي اللي هتبان اللي هيبان فين على وش اللي ايه الحل اه اه بالشكل ده كده عند نعناع فاكرين التوم اللي انا كنت حطه وقلتي مشاكل التوم احط النعناع ده كده اهو ده هيتشال النعناع ده او تخليه ما فيش مشكلة حطيه كده زي ما هو حطيه بالعروق بتاعته عشان اللي قاعد بيشوفني دلوقتي يقولك شيف المغازة قالك ما نحطش العرق بتاعنا لأ طالما مش هيتقطع ما فيش مشكلة انا حاطت العرق عشان انا هاخده بعد كده انما لو تفرنيه في تفتوش في تبولة لازم تشيل العروق بتاعت النعناع لاخدر لانه مر ربنا يكفينا الشهر للمرار كده انا حطيت ايه عمشي في الرصة طبعا الصورة الحلوة على الشاشة دلوقتي حالو الكلام يلا وريني شطرتك في لف محش الكورومبي اشيف انا عارف انك بتلف سنبوسة حالو جاي علينا الشهر الكريم شهر رمضان شطرتك في السنبوسة حالو الكلام ناخد بقى الكورومبي بتاعنا اه نجيب اللي في المية واحدة واحدة مع بعض كده احنا معنا جاهز السنة ماشي مع حضراتكم خطوة خطوة اه 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 دي الكورومبي بتاعنا الجميل اللي في قلب المية زي الفل نبص عليه ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده اه 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 بص على الحلاوة اه صلى على الحبيب اه اه يلا بص كمان مرة تدفع كام اه 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 طبعا ده سبيلا ما يبرد اه اه هو كده شايفة اللون الجميل الحلو ده كالله ما صالح بيتكلم مصر من قلب الحل اه اه وبعدين ريحة المية جميلة فيش ريحة كورومب على فكرة الارنبيت والكورومب تسلوه ايه في البيت الواحد يبقى خارج في امان الله يقولك ريحة انت عاملين محشو نهاردة تلاقي ريحة ملابس الكورومب وايه وارنبيت اه اه ريحة الكمون هنا لطيفة على فكرة اه اه ونستفيهم كده زي الفن المية دي بنستخدماش تاني خلاص دور خلوهم هنا ده بعد ما برد بعنا ده اه اه بعد ما برد يا مغازي معنا ده اه 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 نحطها هنا كده عشان بيسألها على السوشيال ميديا باحش الكورومب ميزبوطش زي بتاع حماتي زي بتاع مامي ليه عشان انت بتليفيه غلط بتعملي حشوة حلوة وكاتبة في الكراسة وكاتبة كل حاجة وكاتبة التفاصيل بس بتغلطي في عملية الورقة بتاعت الكورومب وورقة العنب اه بص الكورومب اه نشيل العرق ده كده بالراحة والعرق ده ما يترميش يتعامل السلطة اه والاولاد الصغيرين يكلوه كنا زمان نقعد جنب امهاتنا امه بلفوا المحشي كنت انا بحب اكل الخلطة بتاعت المحشي وهي يانية ما تتحكيش والله كان بيحصل طبعا كان بتراضيني بالرأس بتاعت الكورومباية اه شفتي اه زي الفل هعمل اي بقى هوريك دلوقتي الناحية النعمة من نحية الخشنة الورقة الخضرة دي تتلف على فكرة ما تترميش وفيش حاجة تترمي من الكورومباية خالص ازعل منك بص بقى التفاصيل اسزيت المصورين حبيبي في نحية نعمة اه دي الخسوري دي الخشنة ودي النعمة نحطوهم على ايدنا نعرفو من بعد ازاي مخرجنا اه 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 يلا اه العروق الزهرة العروق اللي باينة وتيبقى خشنة دي الناحية الخشنة العروق اللي هي مش نعمة الناحية النعمة اه اي شو تعرفو الاتنين من بعض طب هلف فقاني نحية تخلي ظهور العرق او العرق الخشن بتاع الكورومب هو مع الحشوة يعني اه اللي هي اه بص موما الاتنين بس دي الناحية النعمة اه الناحية النعمة نخلاها اي اه زي ما هي كده اه والنحية الخشنة فوق اه اه بطحة كده اه اه او حاجة تترمي اه ودي زي ما هي كده اهي. الحتة الصغيرة بتحط حتة معاها. زي دي كده مسلا اهو. برضو ازي ما انا بلفك اهو. حال ونفس القصة اهو. وتقعودي بقى نفسك كده تجيب التابلية. تجيب طرابسة السفرة. يا ست الكل يا شربطة. اهو. شفتي اهو. نجيب واحدة كمان اهو. الله. زي ما هي كده اهو. اقطعها كده. جيت لفيلة اربع صوابع. اهو. واجه اقطعها اتنين. بالسكينة الصغيرة دي كده. عدك السكينة الصغيرة بتاعت الفواكه. اللي انت جايبها كده ايه? تقطع فواكه في روت صلاة اهو. وهنلف شوية الحلوين دول مع بعض كده. دول كفاية اهو. اعلمك. احنا لفيل كتير مع بعض. واه وناخد الخلطة دي كده. وانت بتلف في محش الكرومب. غير محش الكوسة. غير محش البتنجان. شفت اللحمة المفرومة ما حاسس فيها بايدي ازاي? اه. ما تضغطيش على الحبات المحش وانت بتلف فيها. ما تكتميهاش. عشان ممكن صمع المحش ده قدامك مستوي. والكرومب مستوي. بس الرز جوه مش مستوي. وده اسئلة على السوشيال ميديا. ليه? بتضغطي جمد على اللف. انا اعلمك تلف فيها ازاي دلوقتي وحنا مع بعض. اهو. وفي اتجاه العروق خلي بالك يعني مش العكس. موضوع مهم جدا على فكرة وفي تفاصيل كتير النهاردة. وانا جاي مستعد النهاردة نعلم المبتدئين في المطبخ خلي مش بعلم امهاتنا. انتم اشتر مني في عماية المحش الكرومب. ده انا بتعلم منكم. والغاية دلوقتي مكلتش محش الكرومب زي بتاع امامي. رحمة الله عليها. ولكن مهم جدا التفاصيل الصغيرة دي وانا بعملها عشان المبتدئين في المطبخ. الرسالة هنا للمبتدئين في المطبخ. عشان امهاتنا اللي بيتابقونا دلوقتي اشتر مني مليون مرة. هنعمل ايه عم الشيف? الف كده براحة اهو. اهو. واضغر دي كده. اهو. دي طريقة. اهو. بس براحة عليها كده اهو. حلوة اهو. زي الفل ده اصباع اهو. تمام? نخليه هنا كده. نجي طريقة تانية اهو. نفرتها كده بالطول. معانا طرق كتيرة. اهو. نخليه اصباع كده زي الفل اهو بالشكل ده كده اهو. واللف وبراحة كده اهو. ده على اتنين اهو. نشيل دي مش عايزنا هنحطها مع ورقة تانية ونجي هنا عم نشيل بالسكينة اهو اهو. اهو. العب اهو. قدي اتنين مع بعض. تفاصيل الصغيرة معانا كمان واحدة انيلة انا مراج حاجة اهو. 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 حلة محش كرومب. انا اعتقد ان انت لو بتهتم بضيوف. وفي يعني احنا حبيل الضيوف. اعملوهم محش كرومب. سبك من الدكر رومي وسبك من الفراخ واسبك من الجو اللي احنا فيه ده. خلي بالك. والله العظيم بتكلم جد. بتكلم الكلام ده من قلبي. حلت محشي كروم بخلص الكلام. وتعملها بحب زي ما انا شغال كده اه. شوف تقد بعد اه اه. نعمين? حاطر عينية. تعالوا مع بعض. نرس المحش ده في قلب الصينية. اه 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 انا عرف انك شاطر في لف المحش. اه حل? اه. الصينية معنا زي الفل اه. وده مرفوف جاهز مع انا. ونبدأ ان نرس ده كده عم الشيف. شفت الجو ده كده? اه اه ده اه اه. ينزل كده في قلب البتاع اه. تاني اه اه. اه 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 حلو قوي. ورصها رصة حلو عشان ده الشكل الجمالي ده هيبان معانا بعد ما نغرفها. اه اه. حلو قوي عم الشيف والله. ده انا ما كنتش بلفه كده. انا ما كنتش برصها كده في قلب الصينية اه اه بالشكل ده كده اه. لوحة فنية اه اه اه. قصطينية تحت ده عايزة تلف. اه اه اه. بصل طماطم. نعناع زي ما انا حاطت كده. اه اه. ترصي رصة تانية كمان فوق. بالشكل ده كده اه. اعلمك على حاجة بقى حركة كده تعمليها. انت عايزة تلف شوية محشة على قدك وعلى قد زوجك. عندك اه اولادك يعني العدد افراد الاسرة مش كتير احنا بس لا ناكل في البيت. مش ملزمة بقى ان انا الف حلة كبيرة عشان اقلبها قدام جوزي. واقول له اعملالك بقى لا اعلمك على حاجة حلوة دلوقتي بجد هتدعيلي والله. والله هتدعيلي. زبورة عليه بس شوية. هسة. سيب الفراغ اللي في النص ده. سيب الفراغ اللي في النص ده. اه. يعني اعلمك علي ايه? تعمل خدعة. مش خدعة يعني حاجة وحشة لا. خدعة اه اه. فنية طهوية. خلي بالك. اه. يعني اه مسلا عايزين نعمل لحشوية محشي كده حلوين. وتباني الصينية مليانة وفاة. بس الراجل يا كله خمس ست صوابع هنقوم. يبقى يبقى ان احنا عملينا حاجة حلوة. ضيوف ورايا كزا حاجة عملها في البيت. ورايا اه حفلة النهار ده عزومة. اه. شوف الفراغ ده كده? هنعمل ايه عم الشيف. هناخد دول كده رص رصة واحدة. رصة واحدة اه في النص كده اه. 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 كزا معايا عشان اللي جاي ايه? مهم جده اه. اه. المفروض ما اقولكيش كده انا عايزك تقعد على حلة المحشي دي تليف فيها ايه? بزمة يعني اه تمليها جامل. تاخد الكروم بداية ست الكل اه. تفاصيل الصغيرة دي مهم اه ده يتاكل على فكرة اه. ناخد الايروق بتاعته. ناخد ورا الكروم بداية يتقطع بالشكل ده كده عشان ممكن يتعمل سلطة. او ممكن يتاكل زي ما هو كده. لطيف انا كنت بحبه على فكرة. اكله كده زي ما اوه حطه هنا كده. اه. شفت بال خدعة? اه. يبقى انا كده ايه كسبت وقت اه. اه. الله اه. والفي تاني. الحلة اتملت اه? اه. اوه هتعمل الكلام ده انا مش بقولك كده عشان تلكفيت الحلة في خمس ست سابع وشكر لا 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 لازم تمليها خلي بالك يا بص اه اه. انا خدت زي ما هي كده عندنا شربة شربة فراخ شربة لحمة شربة بط زي ما قلت لحضراتكم هنشربها دلوقتي ونشوف غطى او طبق تقريبا على قد الصينية بنحطه كده علشان المحشي ياخد وضعه بالشكل ده كده اه وداري ده كده برضو عشان لو حماتك عندك ولا حاجة تقول لك ايه وانت عامل ايه وانت لفة ورع الفاضي ولا اه اه ادخل المطبخ وبقالبي جامد شيف المغازة اعلمك خدعة اه 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 بس اسمها خدعة طهوية او فنية طهوية اه 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 حلة محشي كرب باينة زي الفل اللي يجي عندك البيت تعبانة فيها اه بس لو ضرب الشوكة ولا المعلقة ولا السكينة اه اه تمام زي الفل وناخد يا عمي الشيف الله اللهم صلى علينا اه ناخد الورق ده كده نحطه على وجه اه اه لازم اه عشان لما نحط الشربة ما تبوزلش بس ده يتاكل على فكرة اتعمل سلطة اه اه ناخد دي كده كمان اللهم صلى علينا ونحطها على النار كده يا عمي الشيفة حلو الكلام وناخد الشربة بتاعتنا الحلوة دي اللهم صلى علينا فين الطبق يا عمي الشيفة طبق الكبير هو ده هنا بسم الله الرحمن الرحيم ونحط الطبق ده كده ونضغط عليه بالراحة وننزل بالشربة بتاعتنا دي كده اه شفت انا بعمل ايه بص على الحلوة بص على الشعاوة بص على الحلوة اه الشربة دي بتروح فين بتنزل ما بين الاطراف اه 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 ادي شربة عمشي هقولك دلوقتي حالة اه اه اعلمك على حاجة برضو سوية اه اه ممكن على فكرة البعض بيحب ان هو يحط بطماطم مع شربة المعشي انا مش بحبها حط شربة عادية وريقة كده يكون بوهرتها وليلة عشان طعم السلاس المرح يباني اضغط على الطبق ده كده اه اه بص في المية اه 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 واسبه على النار حلو الكلام واخد دي كده اللي هو المصلى عن النبي اجيب حالة صغيرة معلش بسرعة عشان انا عايز اطلع فاصل الحاجات دي مطلوبة على فكرة اه فكرة تجمس الفول اجيب حالة صغيرة زي كده واحطها كده واحط فيها مش شايف ايه شربة من دي انا عايزك عشان تلم المطبخ بتاعك اه والله المحشي بكشف عليه ولقيته عايش شوية شربة شربة عندي زي الفول هستغذر حضراتكم هناخد بعدنا ونطلع فاصل صغير للوحة فنية من بداية سلقنا الكرومب من بداية تقطيعنا للخضار وحشوة المحشة والطبج بتاعها لغاية لما حطناها على صنية بالشكل ده كده اه زي الفول فاصل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد عجبة كدت حلة المحش على النار اه وجود حلة المحش على النار بيبين شخصيتك يا ستك كل في المطبخ بجد والله شايف اعلى نوار هادية كده ويتسبك وزي الفول ومتعلش النار على اخر عشان ما يغرق لكيش البتجاز شربة اه زي الفول اللي عم تشير اه طبعا خلي بالك وارد ان الشربة تزيد بتاعة المحشة فالطبيعي ان كدت تعملي ايه تصف الشربة قبل ما تغري فيه خلي بيبين وتسبيه على النار هاسه اه خليه على النار كده